بيقول اليمين الغموس اليمين الغموس وش هو اليمين الغموس حتى نقول فيه كفار ام لا سمي اليمين الغموس غموسا لان صاحبه ينغمس في نار جهنة مابيش كفار لان كفارته هو ان ينغمس في نار جهنة نعوذ بالله ولليمين الغموس شروط ان يكون فيها المرء كذبا وان يقططع بها مال امرئ مصلم يبقى ليس الأمين الغموس هو أن يقسم كاذبا فقط بل أن يقسم كاذبا ويتوسل ويتوصل بهذا القسم الكاذب إلى حق من حق الآخرين فيأخذه يعتلي مال الآخرين يعتلي حق الآخرين يبقى إذاً لابد أن يكون كاذبا وأن يقتطع به مال من المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمين الفجر المنفقة للسلعة المنفقة البركة قال وهو كاذب يقتطع بها مال مريء المسلم إذاً هذا الامين الغموس الامين الغموس هل فيه كفرة الجماهير غيرما الثلاثة المالكية والحنبلة والحناء والحنفية يقولون لا كفرة له وش اللي يكفره ده من أعظم ما يكون ده تجرأ على الله فأقسم به كذبا وما يعلم أنه يقسم كذب والشافعين فرضوا وقالوا عليها كفرة يمين من باب أولى قالوا المخطئ المخطئ في القسم عليه كفرة يمين فالذي يقسم ويكون صادقا فيخطئ فعليه كفرة يمين فالذي يقسم كذبا من باب أولى أن يكون عليه كفرة يمين يعني المخطئ الذي عذره مقبولا عند ربي الله يفعله قلنا بأنه يكفر فكيف بالذي أخطأ وتعمد هذا الخطأ وكذبا بقسم الله يفعله من باب أولى يكون عليه كفرة يمين وصراحة هذا نظر في محل الأثر هذا نظر في محل الأثر لأن النبي بيّن الكفرات شوف قال الله تعالى فكفراته طعم عشر مساكين من الأوسط المطعمين أهليكم أو كسواتكم أو تحرير رقبة وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وللكفر عنامين مناطات التكفير جاءت فلا صح أن تتجاوزها وهنا قاس الأولى غير وارد لأن هذا من باب النظر في مقابل النص فألا إما الثلاثة ومن أصح وليس فيهم الغموس كفارة ولم يرد تصريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أقسم كذبا واقتطع من المسلم أنه عليه كفارة